بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيزو الفلاون مرحبا بكم اي بيانفنو سوف اتخشان كوزين الي ساكا هنا اليوم ان شاء الله حنبدأ معكم وصفة اليوم اللي حتكون وصفة تاع اين بيتزا بلا فارين كمبلت لكن قبل ما مددا في الفيديو عندي واحدة تنويه حبيت اندر ملاحظة الناس اللي راهم يبعتو لي يقولوا لي اتصلنا بميسي ورحنا عندو وميسي الكتروميناجي بانسر الشخص اللي نتعامل معه فيما يخص الكتروميناجي اللي نعرض خدماته عليكم ويعني انا همزة تواصل بيني وبينكم راكم تتواصلوا معه باش يعني دلولي زرشاتكم من توس كي كنسر الكتروميناجي في هاد الكونفينما كان الناس يعني ربي يهديهم راهم يدخلوا القناة وحطوا ارقام تعمل اخرين في منطقة الحاميز على اساس لانهم هما هذا صاحبنا ميسي الكتروميناجي انا راني حطت لكم الرقم تاليفون تعمل تعمل سي الكتروميناجي عندو رقم واحد لا اكتر وما عندوش صفحة فيسبوك لانه بزاف اللي رامي يدخلوا يقولوا لي هانا شفنا وش عطيت هنا في العباش تاويت الفيسبوك انا رامي يخدوا صورتانا لانا نحطوهم في القناة يعني نفس الصور تاع السلعة لانه تقريبا نفس السلعة ولكن انا ما نضمن لكم حتى حاجة اذا كان رحتوا من ولا منا انا حبيت نصحح وننوهكم ونحضركم بلكوا تتعاملوا مع اي رقم اخر من غير هذا الرقم اللي يظهر دركا في الشاشة هذا هو رقم التاليفون ميسي الكتروميناجي اللي عنده فقط رقم التاليفون ويتعامل به في الواتس اوب وفي الفيبر يعني اذا كان حبيتوا تتعاملوا معه يدعي تولوا مقدرش يجاوبكم كل موح في الواتس اوب او الفيبر يعني هكده باش ما نتحمل حتة مسؤولية اخرى هكده يعني نكون تكون تخونكيل دانت لبنات وصفة اليوم وصفة الابيزا كومبلت فارينة القمح الكامل اللي حنديروا بها او بان بيتزا بيتزا صحية او تعرفوا رانا فالدار انا ناكلوا العجينة او فارينة وعليش انا نحاولوا انو ان صحوا الاكل تعنا كما راكو تشوفوا هنا حطيت زوج كسان تعمالة في و اي كاس عندكم تقدروا تخدموا به حطيت معا هنا مرفا ونص تعلال لفير بولنجر دوهر دو تياد او كوير ادمي دو لفير بولنجر او كوير دو سكر هنا حطيت معا شوية لوتا وزيت معا شوية اعشاب عطرية حبيت العجينة تكون صحية تماما ودرت لهم حتى كما راكو تشوفوا هنا اعشاب عطرية مرحية وعشاب عطرية مجففة حبيت تقول لكم البيزا تكون صحية نزيد نحط معاهم زوج كيسان تاع فارينة فارينة القمح الكامل كما راكو تشوفوا هذه من اجود انواع الفارينة خاصة في القمح الكامل فارينة بطبيعتها تشرب السوائل نغطيها ونخليها تريح عشرة دقائق يعني اذا شفتوا حين ديروا عجينة عشر دقائق ولكن ندخلوا فيها فارينة الخبز الكامل هنا بعد عشرة دقائق ما فاتوا حنزيد عليها ثلاث كيسان يكونوا ممسوحين جدي بيا دو فارين بلانش يكونوا ممسوحين سوا سوا ماشي مقبين وماشي فارين باش يعني نعدلوا بين الفارينة الكاملة وبين الفارينة البيضة هنا اذا كان حبيتوا يعني تعكسوا الايا كما نقولوا ديروا في الأول زوج كيسانة فارينة بيضة وبعد تكملوا الفارينة كامل ماشي مشكل زيت معاهم دو كيار دو بودر دولي يعني زوج مغارف تاع بودرة الحاليب وفي الأخير مغارفة قهوة تاع الملح اين كيارة كافي نص كاس تاع زيت هكذا يعني راني رديت كامل الناس لم يتبعوني يقولوا لي ماذا بك اكدنا على المقادير باللغة الفرنسية فوالا هيدو هما المقادير تاع العجينة ودرك في صندوق الوصفة حين تدخلوا تلقاوا المقادير مكتوبة بالضبط كامل لانه فارينة تشرب لليكيد كي تحطوا لهذا الفارين لا تمروش الكاس ملح لكنها تبقى فارينة صحية بزاف شمخي مجينة صدقوني هاد الفارينة عندها دور كبير 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 باش تنجحوا في انواع هاد الاكلات الصحية ولا هاد المعجنة الصحية اللي مخدومة يعني بالفارينة الكاملة هاد الفارينة فارينة يعني دات جهدة عالية انا يعني نختم بيها صافي ديزاني صافي فرمون ديزاني وشوفوا بعينكم العجينة شحال جد صحية جاية بالنخالة فيها عشبة عطرية فيها زعيترة زيت الزيتون حقيقة حسيت بلي هاد الاكلة الصحية كما قلت لكم نحاولوا انه يعني في اكلتنا وما احوجانه لهاد الاكلت في هاد الوقت اللي رأنا فيه كما شفتو عجينة عشر دقائق متاخدش الوقت جي فلوري مان بلون تخافاي بشوية الفارينة وكما العادة تدهنو تعفو ان تبسطو العجينة تاكم اكيد على حساب السنوات تاكم انا حنخدمها يعني في سنوات عادية مستطيلة ولا سنوات الكوشة اللي عندكم اكيد تدهنو السنوات بشوية زيت تحطو العجينة تاكم تكون شوية رقيقة لانه هاد العجينة خفيفة وتمتم يعني تطلع معكم نزيد لها شوية انفلت جويل دوريف ونحاول ان ينمس حوالا كامل وجه العجينة بشوية اكيد 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 الفوق اراه يعني سخن على الاخير يعني شعلت جبخي شوفي من فوق افون معا ونحاولت بشوية كم المميل شوية الفروماج وطمتم وشا نقول لكم هذيك ريحت الزيتون اه وريحت الفروماج وريحت الفرينة الكامل اه وحشيت عليها المعدنوس وما يخفش حبات تاع الزيتون انا يعني ما ناكلوش الزيتون في الدار ما يحبوش ياكلو الزيتون لكن البيتزا بلا زيتون يعني تجر تخصها حاجة نحاولو انه يعني كما قد كوم نوزنو في الاكلتانا بيتزا بالقمح ولا بفارينة القمح الكامل بيتزا بلا بات ولا بلا فارين دوبلي كومبلي بيتزا صحية بنينا وشوفوها كيفاش طيب وصدقوني تتحمر تمتم لانه هذ الفارينة طيب تمتم خفيفة في طيابتانا خفيفة في الماكلة خفيفة المعدة اه ما يحتاج اني نشرح لكم فوائد القمح الكامل شوفوها كيفاش جات وانتم ما تقدروا يعني تخدموا اي نوع بيتزا بها واي نوع معجنات نحاولو ان شاء الله ندخلو هاد الاكلات الصحية في الكوزين تعنا اه وهدي هي في الاخير ما بقالي غنت من لكم اه شي طيبا ومون ابيتي لا درتوها بصاحتكم وعلى بروشل لبنات تعالوا في الوحديكم سلام سلام